وعقب تفقده أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الأنفاق توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على الاهتمام الذي تليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم ضمن تكلفات الرئيس سيسي بالعمل دوما على تحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين ترجمة نانسي قنقر